السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ما بقاش بجورة شكلنا زي الاول طبعا يا ابن هو هيقدر هندهو بالفقارس معاكو ما تقلقوش من اي توتة ايه ايه هندهو ايه ونينت ايه ده تلاقيه متأخر بس عشان بيضرب حد تاني ولا واخد هودن عباد ما يشحن لك عضلاته ويرجع يلبك ايش حن عضلاته ايه هو موبايل ما هذا ايه ايه على السماء ايه على السماء ميه يلا لقد انتهى الاكل ماذا سنأكل مش عارك ياريتني كنتمت قبل ما تشوف اللحظة دي يا سعاد ايه اوقات الحياة السعيدة كده يا ليلة بتقلص بالسرعة ما تبطلوا كلام بقى عن الاكل انت كل هموكو كده على بطنوكو تعالوا نتخيل تخيلوا لو البحر ده كله خرج وغرق العالم ده كله الناس ستعيش ازاي عادي تمشي بميوهات يا عم ادهم اهبق شوية لو سمحت الاحسن الموج ممكن يعملها ويسحب ده وانا اساسا بخاف من الميا لا شوارع ولا بيوت والناس كلها عايشة في المراكب زي بعضيها يا سلام خلاص يا ادهم يا اخي لو الفكرة محشورة في دماغك اوي كده خش كلها بحرية قسم القواقع وانت تتعيش في البلل ده على طول يا جماعة من كتر كلامكو على المياه انا عطشك هندوي هاد فلوس عشان اجيب حاجة ساعة يا مهارة اتهاد انت موركش حغير انك هجعان يا عطشان يا هفتان يا جربان لا ساتر خد الربع جنيه ده هاد لنا اربعة حاجة ساعة واربعة رز بلبن واربعة كحك بعاجو واربعة مية معدنية وستة فرزك عشان انا باكل اتنين وواحدة زبدي كاكاو هاد عايز حاجة تانية؟ هاد لبقى بقيت العشة جنيه وانت راجع فاهم؟ يلا او اللي يجي من افا هندوي كله فايدة تقول حاجة؟ قصدي اللي يجي من افاك يا حبيبي كله فايدة ايوة يا هندوي هو يعني يقصد يقولك اللي يجي فايدة 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 طيب يلا يا فايدة انت وعزيزة من هنا عشان تجربوننا الموقع نقومي هلا انتوا هو يلا يا ابو صلاح ولا ما تنزلش تجين فاطورة هلا بلا ايه الوات الجودة ده الوات ده طلق معنا الريحة وقف باخسار عمال ياكل ياكل مش بقنا عليه وبياكل في سرينجة ولا ايه الوات ده يا سلام يا هندوي يا سلام لو الوحد يقدر يقعد هنا على طول يا سلام هو حد حيشك ما تقعد يا عم اديك عرفت مكان البونسيون ومعندك التوروبة موجودة عنده كوكو ايا ايا كوكو الشامبو ايا ايا كوكو الشامبو اتهابنا هتفضل طول عمرة كرة تاخد كل حاج عزارة انت بتعلمش تكلم جد ابدا يا عم ما انا لو خدت اللي بيحصل في الدنيا دي كله بجد هاعطوا بيتنا عيض طول النهار ليه بقى فاليسوف اقولك يعني من زمتك يا شيخ واحدة زي البيت عبلة الجميلة دي الجمال دا والاوام دوت والشعر والعيون دي تفتكر تبصيلي او حتى تحب واحد زي دي شفت؟ اديك سكت يبقى خليني بقى اضحك على نفسي وعلى حوالي احسن لا يا هنداوي انت بتمتني غلط انا سكت لاني مش فاهمك انت الحكاية مش حكاية عبلة تبصلك ولا ما تبصلكش ما الحكاية ايه يا فالاسوف العصر والاواني انك متاخدش الدنيا جد برد فعل غلط منك معانا انك هتفضل سلبي طول عمرك يا هنداوي وما تزاعدش مني يا هنداوي انت اكتر من اخوي مش هزعل اقول يا عمي اقول لو فضلت سايب نفسك بالاحساس اللي بواك من الناس والدنيا يبقى عمرك ما هتعرف تعمل حاجة لها ايها نا يا حول الله يا رب ربنا يسد نفسك ادهم يا ابن خالد انت مش عاوز نضحك يا ابني هو اضحك عيب ولا ايه يا ابن اضحك وفارف شو اعمل كل حاجة انت عايزك لكن لازم تتعامل مع كل حاجة في الحياة بجد علشان تخلص من الاستغتار اللي بيفرغها في معانيها اه الاستعمار اللي بيفرفرها من اغانيها انا مش عام اي حاجة طب انت مش بتحب عبلا وده سؤال ما انت عارف طب ايه رأيك بقى ان انا متأكد انها بتستلطفك ده ايه اذا ما كانتش بتحبك بجد يا عدم مين اللي قالك اكيد سوزي سوزي ما قالت ليش حاجة انا حاسس بدا عبلا مستنياك تاخد الدنيا بجد علشان تحس ان مشاعرك من ناحية حقيقية مشاعري من ناحية حقيقية جدا حقيقية موت حقيقية طعم اما حكايت بقى انها غنية وان اهلك على قدهم اظن ان دي ما بقتش المشكلة بما انك بقيت رجل استثماري كبير وبقى عندك رصيد كبير في البنك لا 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 ادهم الا الفلوس دي دي مش فلوسي دي فلوس الراجل اللي استقمني عليها وانا حلف بعهد الله ان انا عمري ما همدي ايدي على الفلوس دي طول ما الراجل دي عايش ممكن يحتاج لها موسيقى 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 المترجم للقناة 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 أبدا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أبدا المترجم للقناة 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 أنت psy س لك ع destro لك حتي أنت يا صلاحي أصدي يا بروتاس هذه أخيرة الصحبية السياسة مفق liberals صحبية يا عزيزي قيصر لو سمحت الكرسي العرش كمان بتغلط بي إن السواني الأخيرة من عمري لابد له من الثقر الصقر يا كلوبترا الصقر مفتاح الفرق أنت تعلمين ذلك جيدا ولا بد أن أأخذ بي ولن أترك لن أترك لن أترك وانت فاكر نفسك هاكونت بجد ولا إيه ماليش يا عابلة دور كان جامد قوي كان جامد جدا مرافع يا شباب هاي لا هاي شكرا 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 أظن ما شاء الله النهاردة أنت مرتاحة 24 إرات لا يا هانم 22 بس ليه بقى؟ ده أنا وحسين تكلمنا ما خلناش حاجة ما تكلمناش فيها أعتقد ده أقل واجب تعمليه معايا أنت عارفة طبعا أن الرحلة دي معمولة مخصوصة عشان خطر حضرتك وبعدين امتناسي أن أنا سبت جوزي لوحده إيه لحقي وحشي؟ لا طبعا بس أكيد أكيد أنا اللي وحشته زمان اللوقتي عماليا عيط ويعد النجوم ويقول يا طايا أنت فين يا ياويا يا طايا أنت فين يا ياويا على إذنك أروح أفكر فيه شوية إيه لها بيتا دي هتروح تفكر في جوزة؟ هي بتنساه؟ موس حابير؟ نعم أنا أعايز أشترك معاكم في الفرقة بتاعة المصر حابير مئة ألف جنيه إيه اللي أنت بتتكلم عنهم؟ هو إحنا ببيع قوطة ما ينفعش طبعا طب اسمعني يا خايت بيه طاطا ودنك معايا قوي وده آخر كلام حقوله بالبق مئتين ألف جنيه غير مئنت أخدتوهم ومشوفش وشك الحلو ده تاني أبدا خلاص ماشي أنا موافق عشان خاطرك أنت بس وأنا بكرة زي دلوقتي حجب لك الفلوس وأجي غات هنا وأنا بكرة زي دلوقتي حجب لك الورق بس على الله يا خالد تلعب بديلك كده ولا كده؟ لا هلعب بديل إزاي؟ هو الليعب عيال؟ بكرة الموضوع ده كله إن شاء الله هيخلص كل واحد يروح لحاله بس أنا لي طلب بسيط أو عند حاله ايه هو؟ مش عاوز أشوف خلقتك العكرة دي تاني مش معقول؟ مش معقول انت جبت الورقة ده كله منين يا أروح؟ أنا طبعاً هقول لحضرتك على كل حاجة بس الأول طميني موضوعي حيتنشر ولا لأ؟ إلا أنشروه ودي عايزة كلامي ده أنا حنشروه في أول صفحة ده سابق صاحف يا أروح مافيا المقاولات أسرار مافيا المقاولات دي خبطة صحفية مزهلة طبعاً هنقذنا حضرتك على فين؟ رح أكمل الخبطة الصحفية الفضالي اتبديلنط يا راجل اتبديلني بالطريقة دي؟ ميلادنا عائلت عائلت قوي بقى لي كتير مستحمل رزالتك وقلت قدمك معايا انت فاكرة إيه؟ فاكرة أنك انت اشتريتيني؟ خلاص خلاص يا هانم العصفور طار من الأفص فاهمة يعني إيه طار؟ طار؟ أنا اللي عملتك بني آدم يا خالد والله لو أوريتك هتوريني إيه أكتر من اللي انت ورتيه قولي؟ ولعلمك أنا هقولي الكلمة أخيرة انت طالب وطالب بالتلاتة كمان أدي كل اللي حصل وأنا متأسفة جداً إني ماكلمتش من الأول على الأموم أنا كنت منتظر زيارتك داية وكنت متأجد إنك هتيجي بس كان لازم تصق فينا من الأول وما تخافيش منهم بالشكلة؟ في الحقيقة أنا كنت خايفة منهم على إبني أنا اللي مش فاهمه إيه اللي خلط ليك ياخد منهم الفلوس دي كلها؟ هو افتكر يعني إن الفلوس دي حتبقى دليل أقوى في العضية وديني جبتهم كلهم لحضرتك ههو؟ في الحقيقة الفلوس دي صعب إنها تكون دليل إدانة ضدهم المهم عندي الورق اللي عندنا وشهادتك أنت والأستاذ خالد طبعا أنا طلب حاجة واحدة من حضرتك فضل الناس دول هددوني أنا وإبني والورق دا حتنشر بكرة الصبح في القرنان وأنا خايفة إنهم ينفذوا تهددهم لا الصبح يا مدام النهاردة إن شاء الله هيشرفوا كلهم عندنا وإنت تطمني هنوفر لك الحماية أنت وإبنك لغاية القضية متخلص شكرا إحنا المتشكرين وأرجوك تبلغي الأستاذ خالد يعدي علي عشان أخد أكوال كؤسة إنك جيت يا خالد أنا لايخة عليكم الصبح أي في الآخر كلمتك في البيت مرتك راح تمزع قري ورازعت الفون في وشي ما هي أكيد معذورة لأنها بيتيق لها إنك أنت السبب السبب في إيه؟ في إن طلقتها إيه؟ أيوة أيوة أروح إيه مش مصدق لي أنا فعلا طلقتها ما تتصوريش يعني السنين اللي فاتت دي أنا كنت عايش متعزب قد إيه علشان عشان سبتوكو بس أنا مستعد إحنا نبتدي من أول وجديد وأعوضكو عن كل اللي فات إنتي وأدى ما تصوريش لما يحتاج لكم قد إيه؟ وأنتو كمان أكيد محتاجين لي إنتي اللي خليك تعمل كده؟ أنا اتفقت مع الناس اللي اللي بقاهم الورق إياه هاخد منهم 200 ألف وهنعمل بيهم بقى مشروع كبير يخلينا نعيش ملوك بعد كده إنتي بتقول إيه؟ مشروع إيه وملوك إيه؟ إنتي زي تعمل كده؟ بلاش بلاش مشروع زي كان مش عاجبك إحنا نحطهم في البنك والأرباح بتاعتهم بقى ممكن تعيشنا بعد كده يعني اسكت اسكت خالص الموضوع خالص يا خالد خالص الموضوع خالص إزاي؟ بلغت البوليس ودت لهم الملف والفروس وزمانه قبض عليهم كلهم بلغت البوليس؟ بلغت البوليس؟ إنتي إزاي تعملي حاجة زي كده؟ إنتي فاهم أنك إنتي هتغير الكون بعميلك دي؟ لا مش هغير الكون ولا حصل له بس هحاول أخليه نضيف شوية عشان أقبر عيش فيه بس هتعيش فيه لوحدك فاهمه هتعيش فيه لوحدك موسيقى 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 يهو برو بي يهو برو بي تارك يهو يهو طويل فخAM إيهو باقين 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 الاقوم Dag Monte التطهي 2500 delic انت ماش يتعكس بنات للناس ولا ايه؟ يا عمر ما عكدتش حاجة تسيبك اللي في الناس؟ ايه اللي كان بتعكسني بس 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 شبوه شبوه في ايه؟ دوادق ليه لأدب ما تقرفش عمل ايه؟ بس عمل ايه؟ وحتى القتيل يعني؟ وحضرتك مين يعني؟ انا اللي هو محمد صبري يا ابوه ما عارف يا بيت حد؟ النهاردة فكرتني بنفسي لما كنت في سنك كده كنت زاير يعني طقت في دماغي مرة عاكس بنت جيران لساك مقصدها لكني حظ انا بقى اخوها شافي وقعدت هنفلي وعمللي اشارات بما معناها انه حيدربني لو نزلت الشارع انا طبعا بقى مزيد انا عملت نفس عيان قعدت في البيت لمدة اسموع خايف انزل في الشارع لا يضربني انت بتحكش ليه؟ يا واد انا بحكي لك كده علشان اتخرجك من اللي انت فيه يا ساتر الله يا حسيني منظر الشمس حلو قوي هي ساعة الغروب عندك حق الغريب بقى في الغروب ان هو ومش هو يعني ايه؟ فزورة دي؟ لا مش فزورة ولا حاجة غزة اقول ان الشمس بتغرب كل يوم بس كل يوم الغروب بيبقى شكلوا حاجة تاني خالص بسيطة تطلع فوق علشان تشوفوا مزبوطة على رأيك بس اطلع ازاي يعني؟ ايه؟ ما بتركبش طيارات؟ لا بركب طيارات طب بس اركب الطيارة من هنا وركب يتفضل تخبط في بعض لغاية منزل منها وحس ان اتولدت جديد برافو هايل جدا كل ما تحس انك كبرت اركب طيارة ترجع تنزل تلاقي ناسك صغير من دي؟ اوه ده اللي انا بعمله بس كل ما بنزل شعره بيقع زيان زمانو انا صغيرة كنا بنقضي في اسكندرية اربع شهور لما جي هنا في اسكندرية ماما تقعد تقولي اسكندرية احلى بلد في الدنيا يا سلام على جواه لما ارجع مصر بابا يواضي يقولي يا سلام يا قاهرة قاهرة مفيش زيها بصي لدرجة ان انا اعتقدت يا حسين ان القاهرة في مدينة وسكندرية في مدينة تانية يعني كانوا هاعملوا فتنة طائفية بين الشعبين ما هم عملوا بس بينهم هما الاتنين بس انت عارفة بقى شوقتيني هشوفهم بس هو هتتكلم مع ماما في موضوع خطوبيتنا زي ما اتفقنا انا هتكلم مع ابوكي اول ما نرجع مصر حسين انت متأكد من مشاعرك كويس متأكد انك عايز ترتبط بيها متأكد يا عبير وندمان ع السنين اللي معرفتكيش فينا عمري ضايع يحسبوه ازاي علي بس احنا كان اتفاقنا غير كده مش اتفاقنا لما نخلص المسرحية الاول يا سدي دي خطوح نبقى نتجوز بعد من المسرحية تخلص خلاص انت حر انا حر طب ايه رأيك بقى ان انا هجيبلك اكبر دبلة موجودة في الدنيا عشان ما تديقش على اصباعك ولعيها بعد كده ممكن انت بي تلبسيها في رستك خلاص انت الجاني على نفسك لما نرجع من اسكندري تعالى قبل بابا وانا موافقة شكرا يا مساء الجماغ العالي يا عمى امسك بس ما تعملش فيها مكسوف يا عمى مش عايز تقول ايه مش عايز قول لها كده تاني سمعني بيطلع من فوقي بقى يا سيد بقول لك مش عايز مش عايز بقى متحق اللي ستار مش عايز كمطة يا عمى دي اختراها عشانك امسك مش عارف يا اخي ماريش مزاج ماريكش مزاج درما صدقت لقيتها تقول لي ماريكش مزاج امسك يا عمى امسك انا راح القتيل ولا الحق علي انا عوزة ده اخر يوم لينا هنا في اسكندرين هتقعد هنا معجودة تعمل ايه هحكي له حدوطة قبل النوم كان يا مكان يا سعد يا اكراوي لا يا هندوي مش كده بقى هندوي عشر تاشر واحد بتحايلوا عليك يا اخي ما تقوم تجي معنا وتخلصنا بصوا بقى يا دمعة اولا انا ما بعرفش عروس وعمري ما دخلت ديسكو قبل كده عشان اعود اتحنجل فيه ثانيا مش دخلت مبيع حكاية انه البلاش دي انا فيش حاجة هنا البلاش والاهم من ده كله ده كله ان الفلوس اللي معنا يا دوبك يا دوبك تروحنا ماشي يا سيدي ده تابع الفندق واحنا مش نطلب حاجة احنا هنقعد شوية وهنمشي خلاص خلاص يا جماعة عموما انا كنت قررت ان انا اساسا اجي معاك وشوف اي حد رقص معاك فلو هندوي مش عايز يجي خلاص انا رقص على الاغنية المفضلة بتاعته مع عبلة مكانه يا ايا عبلة ترجس مع عبلة تخني انا صعيد ودم حامي اكتلك هاروح معاكو امر الله تي عارفة ان انا دخلت معاكو فهرة المصرح بتاعت المدرسة؟ بجاب؟ اه طبعا ايه فاكراني مش عارفة مسل زيكو ولا ايه؟ لا مش كده بس انا عارفة ان انت ما بتقبلش الولاد بتوع مدرسة مصطفى كامل ايوة انا لسه ما بقبلهمش بس قلت يعاني شوية عال زي دول مش مفروض ان هم يضايقوني اتطبرت ادماغي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يلا نوروز يلا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر انت مالك ايه اللي جاء لك كنت خليتك يا سيد بقى تضربنا حشل خاطر الرجل الكهنة اللي جوا ده والله العظيم والله العظيم لو كلمت عنه كده تاني حتى عومك هنا تفهم ولا؟ ماشي بلاش هو بس العل جوا دي لازم اربيه لازم اعرف كل واحد فيهم مامه مالكس ده عبيه قطعناهم بقولك ايه ده؟ انت بتدفع عنهم؟ انت ابص انا مش بصدع نفسي بصراحة انت البص مالاش بص عالت بقى مالش حسنا حسنا متحد انت وقف لوحدك في hemos عوضوا حاجة انانسي تعالوا دماغي موسيقى 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 ماذا جابت معي؟ هتضحك على مين يعني؟ هتضحك على نفسك أو على النفس؟ موسيقى